شوف تقدير البني آدم للعملته ووالدته ده في حد ذاته بيبقى أحلى حاجة بتحس بيها الأم في وجهة نظري المتوضعة جدا إنه الأم تبقى شايفة قد إيه ولادها مقدرين التعب والمعاناة والكفاح والإصرار على حمايتهم يعني كانت دايماً ولازالت أمي ربنا ديها الصحة تقول حاجة لطيفة جدا على الأمومة كلنا نعرفها يعني نسمعها تقول لك القطة تنط بعيالها من بيت لبيت ومن شجرة لشجرة علشان تحميهم وده حاجة مرتبطة فعلا بالغريزة بتاعة الحماية اللي ربنا سبحانه وتعالى أوجدها عند الأم لحماية أولادها والحماية بما فهمها الواسع الأشمل والأعامة مش مجرد الحماية من الخطر الأم بتشوف حاجات كتير جدا خطر على أولادها بتشوف أنه الفقرة خطر على أولادها الجوع خطر على أولادها الجهل أو عدم التعليم خطر على أولادها المرض خطر على أولادها الإبتعاد عن العبادة خطر على أولادها فتفضل طول الوقت الأم تكافح وتناضل لأجل أنها تحمي أولادها فتليها بتربيهم كويس وتنمي عندهم المبادئ والأخلاق وتشجعهم على العبادات أي إن كانت الديانة بالمناسبة عايزة تأكلهم أحسن أكله وتلبسهم أحسن لبس وتشربهم أحسن شربه وتسكنهم في أحسن مكان وتبقى طول الوقت واخدة بلها منهم فتشوف قد إيه الأم بتعمل كده لولادها أحلى فرحة في الدنيا إنها تشوف ولادها دول بيوصلوا لبر أمان ولأعلى المراتب هي مش عايزة حاجة منهم على الإطلاق فتخيل لما يبقى فيه ابن جميل وعظيم ورائع يقرر أنه يعمل مفاجأة لولدته كده المفاجأة هي أنه يصر على أنه يخدها معاه لمناقشة رسالة الدكتوراه فولدته حبيبتي ترفض وتقول أنا كده كده ما بعرفش أقرأ وكتب كويس يعني فالابن الوافي الرائع المتربي المحترم ودي حاجات أكبر من القيمة العلمية والدرجة التي حصل عليها الدكتور حمدي دكتور حمدي محمود مصطفى دكتور في تكنولوجيا التعليم أجود وأرفع وأحلى مثل يضربوا الدكتور حمدي في تكنولوجيا التعليم أنه يورينا قد إيه هو تربى على إيد هذه السيدة العظيمة الفاضلة ترجمة نانسي قنقر